السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الفرنسية مع لبنى لمستوى ما قبل المبتدئين اليوم إن شاء الله كما ترون يعني غيرت حتى لون الواجهة لماذا؟ لأنني أعتبر أن الحلقة أو أن السلسلة تبدأ من هذه الحلقة لأن الحلقات السابقة كانت فقط لذكر جميع الأصوات الموجودة في الفرنسية لتساعدكم على القراءة وبالتالي تبدأوا السلسلة وأنا مرتاحة من ناحية أن إذا أعرضت عليكم جملة فسوف تقرؤونها طبعا ولن يكون لدينا مشكل ولا تنسوا الملاحظة المهمة جدا في هذه السلسلة هو أنه لابد من متابعة هذه السلسلة بالترتيب لأن الدروس سوف تكون لها علاقة فيما بعضها البعض إذا نبدأ على بركة الله لاحظوا معي لا 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 لاحظوا معي كيف تنطق بالضبط لا 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 была إذا لاحظوا دو هنا نستعملها عندما نريد أن نسند شيئا إلى شخص أو شخصا إلى شخص مثلا إذا أردنا أن نترجمها حرفيا يعني اليد لسامي اليد لسامي يعني يد سامي إذا دو تستعملوا دائما عندما نريد أن نسند شيئا لشخص أو حتى شخصا لشخص مثلا لفيس دو كوتر لفيس دو كوتر يعني ابن كوتر أو ابن لكوتر إذا فقط دو أريدكم أن تستعملوها أو أن تعرفوا متى نستعملها يعني كتدريب على الكتابة لأنكم في حلقات متقدمة إن شاء الله سوف أدربكم على كيف تكتبون يعني تعبير كتابي كيف تكتبون جمل صحيحة دكار إذا دو حتى تعرفوا متى نستعملها نستعملها لإسنادي شيء إلى شخص إذن هذا يعني هذه اليد تابعة لسامي إذن دائما عندما نريد أن نسند شيئا إلى شخص أو شخص إلى شخص نستعملو دو لاما دو سامي لپيه لپيه إذن تابيهو إلى النوتر موسيقى 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 لاحظوا في هذه الكلمة كتبنا موسيقى لكي يعني تبين لنا أو توضح لنا هل هي مؤنة أو مذكرة دكار مثلا يعني هذا الشيء في الفرنسية نقوم به هل هي مذكرة أو مؤنة أو مفرد أو جمع إذن لا ما مثلا في العربية نقول يدن يدن اليد يدن نكرة اليد معرفة دكار إذن نتعرف عن الكلمة إن كانت نكرة أو معرفة بل إذن لم تكن ال فهي نكرة إذا كانت ال فهي معرفة أما بالنسبة للفرنسية أيضا لها يعني أيضا نعبر عن نكرة والمعرفة ولكن بحروف مثلا هنا لا ما نعني هذه الكلمة هي معرفة هي معرفة دكار معرفة وليست لكن ليست بل ولكن معرفة بلا إذن عندما نريد أن نعرف كلمة في الفرنسية نستعمل له هاته له أو لا يعني في المفرد في المفرد نستعمل إما له أو نستعمل لا دكار في الجمع نستعمل لي نستعمل لي ولكن بما أن الكلمة هنا مفردة وليست في الجمع فنستعمل لا إلا أن في الفرنسية ليس مثل العربية هاته الأدات المعرفة أو أدات التعريف هاته تحدد لنا إن كانت الكلمة مذكر أو مؤنت يعني عندما نستعمل لا فهذا يعني أن هذه الكلمة هي مؤنثة وعندما أستعمل ل فهذا يعني أن الكلمة مذكر دكار مذكرة إذن لا ما اليد وهي مؤنثة كما قلنا لا ما إذن لا هو أدات معرفة أما الأدات النكرة المقابلة للا هي إن 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 ما إذن إذا رأيتم مكتوب إن ما يعني فهذا يعني يد كما نقول به العربية يد أما لما فيعني اليد وإن نقصد بها مؤنث وإن نقصد بها مذكر لاحظوا بالنسبة ل لاما قلنا أنها مؤنثة وفي العربية اليد هي مؤنثة أيضا لبي لبي ل هي مذكر إذن لبي يعني الرجل والرجل في العربية أيضا مذكر لكن ليس دائما يعني ليس دائما عندما تكون الكلمة في العربية مذكر فهي في الفرنسية مذكر أو إذا كانت مؤنث فهي في الفرنسية مؤنث لا ليس دائما دكار إذن هناك كلمات في العربية مذكرة ولكن في الفرنسية مؤنثة أو العكس إذن هذه كانت فقط ملاحظة حتى تفهم ذلك جيدا لاما قلنا لاما وهنا لبي لاما د سامي لاما د سامي لبي لاما دي سامي إذن هنا الحرف الأول في الجملة كتب بالأحمر لكي أنبهكم لشيء هو أن هذه الحروف المكتوبة بالأحمر هي مكتوبة بالحجم الكبير en majuscul إذن L هنا الحرف L مكتوب en majuscul نفس الشيء هنا L en majuscul هنا الحرف S ونفس الشيء هنا الحرف S مكتوب en majuscul إذن لماذا كتب en majuscul وليس مثل الحروف الأخرى لاحظوا جميع الحروف الأخرى مكتوبة en minuscul يعني بالحجم الصغير مع ذا هذه الحروف هي التي كتبت en majuscul بالحجم الكبير إذن لماذا ما يجب أن تعرفوه في الفرنسية هو أن الجملة الجملة نبدأها بla majuscul يعني نبدأها بحرف كبير بحرف بالحجم الكبير إذن نكتب دائما الجملة أول جملة أول حرف في الجملة نكتبه كبيرا هنا وسط الجملة ومع ذلك كتب كبيرا لماذا لأن سامي وسمية هي أسماء عالم أسماء عالم إذن إذا كان اسم عالم يعني اسم شخص أو اسم مدينة أو اسم دولة إذن إذا كان اسم عالم فهو يكتب أول حرف فيه بالحجم الكبير en majuscul دكار لذلك كتبنا هنا اس majuscul وهنا اس majuscul هل هناك حالات أخرى نكتب فيها الحرف en majuscul نعم هناك حالات أخرى مثلا يمكن أن تجدوا وسط الجملة لا توجد لا يوجد حرف لا يوجد اسم عالم ومع ذلك الحرف الأول كتب en majuscul إذن متى وسط الجملة عندما تجدون نقطة إذن بعد نقطة أو في نص يعني وسط النص بعد نقطة تجدون الحرف الأول مكتوب en majuscul بالحجم الكبير لماذا؟ لأننا طبعا بعد نقطة سوف تبدأ جملة جديدة إذن دائما بداية كل جملة نكتب حرف en majuscul يعني الحرف الأول في الجملة يكتب en majuscul بالحجم الكبير أيضا بعد نقطة تعجب نكتب نكتب la majuscul نكتب بالحجم الكبير الحرف الأول أيضا بعد نقطة الاستفهام نكتب الحرف الأول en majuscul أيضا بعد نقطة تتبع les points de suspension أيضا نكتب بعدها يعني en majuscul الحرف الأول في الجملة يكتب en majuscul إذن هذه هي الحالات التي يكتبوا فيها الحرف en majuscul يعني بالحجم الكبير بشكل جيد إذن لاحظوا معي يكتبوا في الجميلة يكتبوا في الجميلة أريد منكم أن تتدربوا على هذه الكلمات هذه الجمل لكي نقوم إن شاء الله بإملائها في الدرس المقبل يعني الدرس المقبل سيكون عبارة عن حصة إملائية إذن إلى هنا تنتهي حلقة اليوم لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر